انتقل الى ضيف الكريم من بروكسيل الدكتور رمضان وانت في عاصمة الاتحاد الاوروبي بروكسيل في الدولة التي شهدت اجتماع القادة الاوروبيين وحديثهم هل تمت الموافقة الكلية على هذا المقترح من الدول الاعضاء السبع والعشرين ام مازال الامر خاضع للتباحث برأيك تحية لك ساد كمان لك ولضيفك الكرام الاتحاد الاوروبي اليوم بات اقرب من اي وقت مضى الى الرؤية العربية للحل التصريح على لسان جوزيف بوريل بموافقة الدول الاعضاء لاعادة البعثة الاوروبية الى معبر رفح هي ضربة كبيرة لنتنياهو ورغبات نتنياهو الذي لا يريد لاي طرف فلسطيني ان يتواجد في اي مكان كان على المعبر من هذه الجهة او من الاخرى لان هذا معبر دو مكانة سيادية وهذا ما لا تريده حكومة نتنياهو ولا تريده اسرائيل اعتقد انه من باب الحرب الدبلوماسية والسياسية التي خضتها المجموعة العربية اثناء زيارتها في بروكسل استطاعت ان تحاصر اسرائيل سياسيا ودبلوماسيا في احد اهم من معاقلة داعمة لاسرائيل في الماضي هناك تطور كبير في المواقف الاوروبية هناك حديث في مختلف الجوانب بما يتعلق للانسان والسياسي ولكن فيما يتعلق في معبر رفح والحديث عن اعادة ومساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية لادارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح بالاتفاق مع مصر وهنا اؤكد ان نتنياهو سوف يعمل جاهدا على ان لا يتم ذلك فلنعتبر هذا الرفض الاسرائيلي جبهة اخرى بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي كاحد اضلاع ربعية لعملية السلام نجاح المجموعة العربية والمجلس الوزراء العرب في اجتماعاتهم هنا في بروكسل توجد باستقبال كبير للرئيس الوزراء الفلسطيني الذي زار بروكسل لأول مرة باستقبال كبير للوزراء العرب من جوزيف بوريل مفوض سياسة الامنية والخارجية وايضا رئيس المجلس الاوروبي الاعلى شارل ميشيل الذي التقى بالمجموعة العربية وكانت هناك رؤية عربية لعملية سلام تبدأ بوقف اطلاق النار وانهاء حالة الحرب ومن ثم حل تفعيل حل الدولتين عم عبر رفح دكتور رمضان لو تسمح لي هذه الرؤية الاوروبية في هذا الاطار هي محمودة عربيا او كما وصفتها انت بان الاتحاد الاوروبي بات اقرب للرؤية العربية للحل لكن اذا وقفنا عند جزئية مهمة عند جزئية بعثة يوبام وزير خارجية النمسا اعلن ان اعادة تفعيل يوبام سيستغرق وقتا كم يقصد في هكذا مشهد؟ بغض النظر عن الوقت المبدأ هو الذي يعتبأ له الحسابات السياسية اذا ما تم التوافق على ان تعود السلطة الفلسطينية الى ادارة الجانب الفلسطيني لمعبر رفح نعتبر هذه خطوة جيدة جدا لها ميزان ولها ثقل اليوم الاولوية للفلسطينيين سواء للسلطة الفلسطينية وللجانب المصري هو وقف الموت في غزة هذا الحديث عن اعادة البعثة هو مكسب سياسي المحكمة العدل الدولية وتدنتها لإسرائيل مكسب سياسي واعلامي ومعنوي كل هذه المكاسب المعنوية لا توقف نزيف الدماء للفلسطينيين في رفح هنا الجانب العربي شدد مع الجانب الاوروبي الى ضرورة وقف الحرب وقف اطلاق النار مرحليا او نهائيا لكن هذه المكاسب السياسية والمعنوية لا يجب اهمالها هي مهمة وذات قيمة على المدى المتوسط والبعيد اما حاليا الاولوية اعتقد انه عار على هذا المجتمع الدولي سواء الشركاء الاوروبيين وحتى المجموعة العربية والدولية كل هذا الوقت الذي عجزت عن وقف قتل الاطفال والمدنيين كل هذه المكاسب السياسية يمكن ان توضع في ميزان اخر لنقاش في فسحة من الوقت اليوم الدماء الفلسطينية لا يوجد امامها فسحة من الوقت الموت يداهم الاطفال والنساء حتى خيام اللاجئين لم تعد تسلم امس اثناء اجتماع وزراء خارجية الدول العربية مع المجموعة الاوروبية وصلت اخبار قصف خيام اللجوء في رفح وكانت الوجوه شائبة لدرجة ان وزير خارجية لوكسنبرغ خرجها يقول نحن كلاب نعوي ولا نعض اي يجب ان يكون لدينا قوة لمنع اسرائيل من الاستمرار في قتل هذا ممكن هذه المواقف يمكن البناء عليها حتى وزيرة خارجية المانيا الداعم الاكبر لاسرائيل يبدو ان تغير المواقف سيد الفضل دكتور رمضان وانت في بروكسيل قد اتى من خلال او عن طريق ضغط من الشارع الاوروبي يعني المشاهدة التي وردتنا منذ لحظات من امام دار القضاء العالي في فرنسا بالاخص في مارسيليا تظهر احتجاجات الكثير والكثير المئات من الاوروبيين تعطفا مع الشعب الفلسطيني شارك فيها عدد كبير من العمال ومن الاحزاب ايضا اليسارية كل هذه الاحتجاجات التي نراها يوما وراء الاخر كانت مدعمة في هكذا مشهد الذي نناقشه اليوم طحيح الشارع الاوروبي يمارس ضغطا ولكن قيمة الضغط والشارع الاوروبي هي قيمة مضاعفة نظرا لاقتراب الانتخابات الاوروبية العامة نحن على بعد عشرة ايام من انتخابات الاوروبية عامة سوف تنتخي بعضاء برلمان الاوروبي يسطرون وجهة سياسية لمنظومة الاتحاد الاوروبي لذلك حراك الجماهيري الغضب الاوروبي الكبير الشعبي والرسمي حاليا من جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني هو المحرك الكبير للتغيير في المواقف السياسية ايضا الانتخابات لا يجب اهمال الانتخابات القضية الفلسطينية اصبحت لاعبا مهما في المزاج الانتخابي الاوروبي لذلك معظم الاحزاب تريد ان تتخذ مواقف متوازنة او تريد ان تغير صورتها التي كانت تدعم اسرائيل في الماضي حتى لا تخسر اصوات الانتخابية لا تحدث هنا عن الاصوات من الاصول العربية واسلامية ولكن جل الشباب الاوروبيين حتى من الذوي اصبح تغير في المنهج الاوروبي بالطبع موافقا للقضية الفلسطينية او مدعما للقضية الفلسطينية